السلام عليكم معكم الدكتور طلال نقار متل ما وعدكم ححكي اليوم عن الجزء الثاني من محاضرة التدبير لـ RDS لـ COVID-19 المحاضرة حتكون مميزة غياسا بالمحاضرات السابقة ما ححكي فيها كتير ما في عندنا شي مثبت الحكي حجمعه تقريبا الشي اللي فهمته من الموضوع من خلال كلام الخبراء ما في عندي اي تجربة خاصة بالموضوع ما في شي يحفيني حكي من تجربتي كوني اصلا انا ما عم اشتغل طب عناية حاليا انا عم اشتغل طب كلي عمشوف مرضى الـ COVID لهنن كورونا بس كطبيب كلي وليس كطبيب عناية لذلك اهم نقطة بالمحاضرة انه ما في شي من خبرتي الشخصية بالموضوع كله هاي المحاضرة انا ممكن اعتبرها نوع من توسيع الافق ما بعرف ازا اميزت الصورة الموجودة هاي الصورة مأخوذة من قاسيون لمدينة دمشق ما بفرز احدا بيلقط الاماكن الموجودة انا عن نفسي واقف كتير بهذا المكان وبعرف هاي الابنية الفكرة انه انا عم اتعامل مع مرض ما بعرفه بالضبط العالم كله عم يتعرف عليه يوميا كليوم عم بطلع تقارير جديدة كيف انا فيني كطبيب منفسي طبيب عناية عم اتعامل مع مرض ما بعرفه الا بالخطوط العريضة كيف فيني اقدم التدبير الافضل له هذا هو ربما اه الشي اللي ممكن احاول اني اضيق عليه من خلال هاي المحاضرة طبعا مثل ما حكينا بالمحاضرة الماضية السؤال المطروح بقوة هالأيام هل الكوفيد ناينتين بيسبب تيبيكال اير دي اس هل بيسبب اه اير دي اس وصفي الجواب اه غالبا لا وهذا الشي هنركز عليه بمحاضرتنا اليوم طبعا للتذكير اه تقرير المنظمة الصحة العالمية اللي صادر ب13 مارش 13 اذار 2020 قال انه الكوفيد ناينتين بيسبب اير دي اس وصفي والتوصيات تبعه كانت بناءا على هذا الشي لخص معظم اه اعمل تقريبا تلخيص لكل الابدنس الموجودة عن اير دي اس وطبقه او نصح بتطبيقه على مرضى الكوفيد ناينتين نفس الشي بالنسبة للسربايبينج سيبسيس كامبين اعتبروا انه الكوفيد ناينتين بيسبب اير دي اس وصفي وبالتالي توصياتهم كانت هي صدى لالافيدنس الموجود بين ايدينا عن او تجربتنا خلال السنوات الثلاثين السابقة عن مرضى اير دي اس كيف انتعامل معهم فلازم انتعامل مع كورونا بنفس الشي بالمناسبة اه قاتينوني انتقد اه سيربايبينج سيبسيس كامبينج باول جملة بمقاله على انه على اي اساس اعتبرتو هذا اير دي اس وصفي افذكركم بهذا الموقع الكوفيدبروتوكولز دوت اورج اللي هو موقع بريغهم اند وومنز هوسبيتل اللي هو المشفى التاني بالنسبة لهارفرد موقع جميل حاوي اه افيدنس مرتب ملخص لكل اللي بنعرفه او اللي عم يطلع يوميا او بشكل افديتد اتمدت بجزء من محاضرتي على المعلومات الموجودة فيه حقيقة كمان فيني اذكر بموقع جديد خلال بحثي بهالايام السابقة عن اه الكوفيد ناينتين تدبيره على جهاز التنفس اصادفت هذا الموقع وتواجأت فيه حقيقة موقع جديد صاد اه بدأ بالالفهم اثمنتعاش يبدو اه المؤسس تبعه او الزعيم تبعه هو موقع تورونتو سينتر اوف اكسلنس ان ميكانيكال فنتيليشن اللي هو موقع جامعة تورونتو او اه موقع جامعة تورونتو للانتياز في التهوية الالية الزعيم تبعه هو بروشارد اللي شايفون صورته هذا الطبيب عناية فرنسي عم يعمل حاليا بكندا بتورونتو الموقع جدا محترم بروشارد اه له قدم اه انا ذكرت انه هو بنسبة لي الشخص التاني بعد قتلت لو بدي احكي عن الشخص المفضل اللي اللي بدي اقرأ له اه عنده كتير ابحاث بالديسينكروني اه الشخص اطور كتير شغلات بانظمة التهوية وبفهمنا للتهوية فلا اه منقدر نرفع له القبعة متل ما بيقولوا الموقع بيحوي كتير شغلات حلوة بنصح الاطباع او الزملاء اللي حابين يتعمقوا بالتهوية اه ممكن يرجعوا لهذا الموقع حيلاقوا فيه شغلات صغيرة ونحفات فعلا اه ممكن ما تلاقيها بمكان تاني طبعا اه الشخص الموجود بالصورة اظن الكيل صار بيعرفه لوشياني قاتينوني صرت حاطة صورته باكثر من مكان هذا طبيب عناية ايطالي اه اظن اول بحث اه قرأت له او شفته بحثت عنه بالجوجل سكولر كان بالالف وتسعمية وسبعة وسبعين او ستة وسبعين هذا الشخص من هذيك الايام لهلأ عم ينشر ويبحث ويطور ويخترع ويعلم بالنسبة للردس خصوصا طبعا هو طبيب عناي فيه له ابحاث بكتير شغلات فمنها ربما اهم مجاله هو الردس هو اللي يطور مصطلح البيبي لانج لما انطلع الستي باتماينات ما زال عم يشتغل البرومبوزيشن فيني اعتبره الرائد وكان ببداية الالف وينات كان اول ما انطوق ما انحكى فيه فلما بيحكي قاتينوني انه الCOVID-19 ما هو اي اردس وصفي الناس كلها هتسمع له هذا الشي اللي صار فعلا موظم اللي عم يحكوا هالأيام بهالموضوع عم يرجعوا لكلام قاتينوني انه شو قال قاتينوني وهالموافقين مع قاتينوني ولا الزنمي زودها ولا نقصها وطبعا كل حيرجع بأخير لكلام قاتينوني اه الشي اللي نحنا جميعا متأكدين منه انه نحنا مانا متأكدين من شي فكلنا كلنا متفقون انه نحنا بعدنا ما عم نعرف المرض بشكل جيد اه كل الحكي اللي عم نحكيه افتراضات مبنية على التجارب وعلى دراسات اه ببعض الحالات العينات الدراسات المنشورة بمجلات محترمة مثل النيو انجلند وجاما وغيرهم عم يكون على عشرين مريض وعلى خمسين مريض وهذا عادة ما بيقبل والمجلات ما بتقبل هيك عدد هيك دراسات حقيقة لهيك عدد من المرضى بس بسبب كون المرض اه مثل ما بتعرفوا يعني جائحة عالمية عم تهدد العالم كله اه صار في تساهل كتير بالنشر حقيقة حتى النشر قبل اه يعني حتى معرفة الدراسات او قراءة الدراسات قبل نشرة رسميا وصار في علم كاذب حقيقة او يعني هوكس بيسمو انه اه مثل هي نظرية الهيموغلوبين اذا حد يسمع فيها اه كتير حكي صراحة ومنشور يعني صار في يعني دعكم من مجتمع غير الاطباء اللي هو المجتمع الخرافات والجهل والحكاوة حكاوة الواتس اوب والفيسبوك حتى بالمجتمع العلمي للأسف فيه خرافات عم تنتشر فاللي ما بنعرفه اكثر مني بنعرفه هي الامانة احد مشاكل الطب الحديث هو البروتوكولات رأيي الشخصي البروتوكولات وضعت لناس ما بتعرف وضعت لمقيم باخر الليل ما عنده قدرة يفكر ما عنده الوقت يفكر او يبحث اه بيطبق البروتوكول بحال زفيره وابده حتى ما يفهم شو مكتوب ربما اه اه للأسف هالي البروتوكولات اللي بوضعت هدول الاشخاص اه تم تعميمه وصارت ملزمة للجميع اللي بيعرف واللي ما بيعرف لطبيب عنده خبرة 30 سنة صار ملتزم بالبروتوكول وبالتالي اذا بده يطلع عنه لازم يبرر سبب خروجه عن البروتوكول ولو صار في مشكلة مثلا بالمريض رح يتحاسب او رح ينسئل انه انت صارت المشكلة سبب خروجك عن البروتوكول وبالتالي صارت الناس تلتزم ببروتوكول حتى لو ما نمقتنعه فيه حقيقة وهذا مشكلة ما اظن في عنا هذه المشكلة ببلادنا نحن معنا ببروتوكولات اصلا اه اه اطباءنا ما بيلتزموا فيها حقيقة فربما هاي نقتلصها احنا بهذا المرض بذات معا محكا مموما اه هاي العبارة من العبارات المحببة لقلبي علم التهوية الالية هو علم تحقيق التبادل الغازي الرئوي الامثل لاحظوا كلمة الامثل وليس النورمل وليس الطبيعي اه بمعنى اخر انا بحافظ عشرين مقبول اه وفن التهوية الالية هو تحقيق ذلك الهدف دون احداث اذية رئوية هاي العبارة كتير حبيتها مرأت عليها من 15 سنة اظن تقريبا او 13 سنة تقريبا هلا وضمنتها بكتابي الاول وبطوعاتي اللاحقة انه اه كحكمة ممكن لازم نتذكرها دوما شو هو علم التهوية الالية وشو هو فن التهوية الالية لو نحن مبدعين بفن التهوية الالية ما بنعجز عن مرضى الكوفيد اه بحب تذكركم انه نحن هدف المحاضرة انه نتعلم كيف ندبر مريض الكوفيد على المنفسة بدون ما نعمل اذية اضافية للرئة بسبب تدبيرنا السيء المبدأ التاني من مبادئ الاخلاق الطبية ما وارف ازا احد اعم يتابع السلسلتي بالاخلاق الطبية وفيرس دو نو هارم او باللاتيني برايموم نون نوتشيري لا تؤذي المريض فانا الهدف من التهوية اني انا ريح المريض ريثما الرئة ترتاح او تتحسن او هيل انه تشفى او تلتئم من الاصابة اللي صارتها والجسم يتغلب على الفيروس مثلا بحال كورونا هون وترجع الرئة لسابق عهده بهالفترة هاي انه ما لازم اتسبب بأذية اضافية بسبب تدبيري الخاطئ اه بذكركم بهذا السلايد من المحاضرة الماضية الشي اللي نحن متفقين عليه جميعا واللي هذا لا يمكن يتغير وهذا ما هو اكسبيرت اوبينيون بالعكس هذا مبني على دراسات وعلى متى اناليسيس وعلى شبه اجماع انه ما بيصير نطلع على الوزن الحقيقي لازم نطلع على الوزن المثالي انا بحط ستة ام ايل بير كي جي فوردو ايت يعني ستة ام ايل بير كي جي على الوزن المثالي مش اللي هو يبنى على الطول وليس على الوزن هدول الاشخاص الخمسة ذكروا اسماء هون محمد واحمد ومحمود وحامد وحمود نفس الطول نفس حجم الرئاة اه كقاعدة عامة عند الرجال اه ازا بدك تحط رقم حشوائي بدون ما تفكر حتى اداش طول المريض ازا كان طول رجال معتدل يعني له طويل كتير وله اصير كتير حط اربعمية وخمسين بما تحسب طوله بدقة وبعدين اه تعرف قدش لازم تحط له ولو امرأة كمان اه طولها وسطي يعني بمية خمسة وستين تقريبا مثلا مية خمسة وستين سنتي اه الطايدل الفوليوم الاول اللي لازم حطه ثلاثمية وخمسين تقريبا طبعا اه برد بحسب طولها بعد ما اه كون خلصت يعني صار عندي وقت بحسب الطول وعلى اساسه بحسب الوزن المثالي وبعدل الحجم الجاري اللي طبعته. اه لازم بداية نحكي عن اه اذية الرئة المحدثة بالمنفسة او اذية الرئة عموما بمعنى كونها محدثة بالمنفسة او غيرها. بدءا من اه شوفوا الصورة اللي من الاعلى واليسار هاي هي صورة الرئة او صورة الاورلوب. اه شوفوا مقطع عرضي بهاي الصورة هي اللي صورة جنبها بعدين تحت مقطع بمستوى الاسناخ تظنها اصناها مريضة. اللي بيهمني بقى صورة المجهر الكتروني هي على اليسار والا اليمين والاسفل. لاحظوا انه في صورتين. الصورة على اليمين الصورة الاسود هي صورة المجهر الكتروني مقسومة قسميا. صورة على الصورة A مأخوذة بنهاية الزفير، لاحظوا أنه هي طبعاً فوهات الأسناخ، هذول الألياف الموجودة هي ألياف الكولاجين، لاحظوا أن هذه الألياف ما هي مططة، فيها ارتخاء، زجزاج بمعنى آخر. بالمقابل بنهاية الشهيق، لما بيكون الأسناخ بأقصى اتساع لألها، لاحظوا أنه الألياف الكولاجين متمددة، طبعاً فيه ألياف للإلاستين، اللي هي بتسمح بمرونة الرئة، هي بتخلي الرئة تفتح وتسكر، بس أنا بهمني هون الكولاجين، لما بصير تمطط شديد بألاف الكولاجين، لما توصل لأقصى اتساع لألها، أي تمطط إضافة بيعمل تشقق بهي الألياف أو أذية فيزيائية، إضافة لأذية التهابية، هاي هي أذية الرئة اللي هي acute lung injury، هي ممكن تكون محتثة بالمنفسة، وحنشوف في هالمحاضرة أنه ممكن تكون محتثة بشيء تاني كماناً. حتى نفهم أكثر موضوع أذية الرئة المهدثة بالمنفسة، تم استعارة مصطلح stress و strain من mechanic. stress هو الجهد ترجمته، و strain ترجمته الإجهاد، الجهد هو مقدار القوة المطبقة على جسم ما، يعني هو الضغط بحالتنا نحن حالة الرئة. strain هو مقدار التشوه الحاصل في الجسم نتيجة الضغط المطبقة أو نتيجة القوة المطبقة، وهو بحالتنا تغير حجم الأسناق أو مقدار التمطط بالأليافة، فإذا اعتبرنا على مستوى اليافر الكولاجينية، وهي بمستوى المشهر الكتروني. إذا بتنتبهوا على هؤلاء النابضين، النابض اللي على اليسار والأسفل هو عم يتحرك عفوياً، بمعنى آخر المريض عم يتنفس عفوياً، قوة العضلات هي عم تخليه يتحرك أعلى وأسفل، بالمقابل للنابض العالمين في قوة عم تسحبه، فهي بيعتبرها التوهوية الآلية في شيء عم يخليه يتحرك. طبعا هون، الفكرة وين أنه حطوها ببعالكم الإجهاد المتكرر، خلينا نقول، الجهد والإجهاد المطبقة على هدول النابضين، إذا كان عالي، حيؤدي إلى أذية بهدول النوابض، فأنا حتى أمنع هذا شيء، لازم خفف الجهد وخفف الإجهاد، لازم خفف حركة النابض، ما لازم مططه زيادة، وما لازم طبق قوة زايدة عليه، بمعنى آخر، لازم خفف الحجم الجاري، اللي هو التايد الفوليوم، الذكروا هؤل الصورتين منيح، لأنه هدول حيشرحوا شو هو موضوع الأذية الرئة، اللي هي ممكن تكون محدثة بالمنفسة، وممكن تكون محدثة بشيء تاني. هذا السلايد أنا أخذ من محاضرة ABRB بالمناسبة، يعني ما هو شيء جديد بالنسبة لي، هذه دراسة تجريبية، يعني experimental بمعنى آخر معمودة على حيوانات، وقتها تم إحداث فرض تهوية عند خرفان، أظنها كانت خرفان، حقنوا مادة السالسيلات أظنها كانت بدماغ الخروف، وخلوهن يتنفسوا عفوياً، طبعاً حقن السالسيلات هيعمل فرض تهوية، فبعد فترة صار معنوا وزمة الرئة، الخرفان، مجموعة الـ Control اللي هنين حقنوا نفس المادة هي السالسيلات، بس عملوهن Intubation Temp, وعطوهن إرخاء، وما خلوهن يتنفسوا على كيفهم بمعنى آخر، ما صار عندهم فرض تهوية، ما صار عندهم أذية رئة، بمعنى آخر، التهوية الآلية هون عملت وقاية من أذية الرئاء المحدثة بمول منفسة هون، اللي هي أذية ذاتية، الخرفان نفسها سببت أذية لنفسها، هاي المقال من عام 1988، يعني مو هو شي جديد لإلنا، شي نعرفه من قبل بس ما كان مثبت على البشر، كان كلام تجريبي بهذيك الأيام. حقيقة هذا المقال قرأته عام 2017 وقت صدوره، هذا مقال ربما أول مقال بيقدم بشكل رسمي، أنه بيحاول يثبت أنه ممكن المريض لما بيعمل فرض تهوية، مع وجود أذية خفيفة بالرئاء، بداية أذية خليني أقول، أنه مع تكرار التهوية الزايدة بحجم عالي لأنه حيكون عنده الزلة تنفسية، حيكون يتنفس بسرعة، تنطيط النابط، إذا تتذكروا صورة النابط، حيعمل أذية بالرئاء وتتحول لأذية أشد، سموها الـ Patient Self-Induced Lung Injury أنا صراحة ما صلي ترجمها لأنها هي صادرة بعض الكتاب، بس ربما نحكي في أن ترجمها إذا بدي يقول هي أذية الرئاء الذاتية، أو المحتثة ذاتيا، ربما هي حتكون ترجمة اللي حتمدة لاحقا إذا اشتغلت بالموضوع مرة ثانية. نجي إلى موضوع COVID-19 نيمونيا ذات رئاء بالCOVID والكورونا، هذه الصورة ربما صادت مألوفة بالنسبة لمعظمكم، أنا أخذها من مقال جديد صادر بجاما من 3 أو 4 أيام بأبريل 13، الفكرة بدي تذكرها من هالصورة، أنه الفيروس لحتى يدخل على خلية معينة ويعملها إصابة ذيها، لازم يكون في مستقبل لإله، المستقبل مثل ما أنتو بتعرفوه هو ACE 2 Receptor، هو مستقبلات مش اللي بتعرفوها أنتو، هاشرح الكلام بـ خليني أشرح الصورة بشكل سريع، أنا بهمني منها أفهم شو هو الانجوتنسين كومفيرتنغ إنزايم 2، أول شي خلينا نطلع اللون الأحمر، الشي اللي بنعرفه جميعا أنه الانجوتنسين 1 بتحول الانجوتنسين 2 من خلال الإنزايم اللي كلياتنا حافظينه من كليات الطب اللي هو الانجوتنسين كومفيرتنغ إنزايم، الانجوتنسين 2 لحتى يعمل تأثيره المقبض الوعائي بروحها بروحها المستقبلات، بيتحد بمستقبلات الأوعية ففي ون وفي طول المستقبلات بالمناسبة كمان، وبيعمل تأثيره المقبض الوعائي. نحن لحتى نعالج ارتفاع الضغط والأمراض التانية، بنعطي إما الانجوتنسين كومفيرتنغ إنزايم إنهيبترز اللي هي الكابتوبريل والليسينوبريل، اللي هي بتمنع تحول الانجوتنسين 1 للانجوتنسين 2 بتطبط الانزايم اللي هو الانجوتنسين كومفيرتنغ إنزايم، أو بنعطي اللوسارتان اللي هي الأربز، بتتحت بالمستقبلات تبع الانجوتنسين، وبالتالي بتمنع تأثيره على المستقبلات. هلأ الانزايم الثاني اللي هو بعاكس هذا الانزايم، بعاكس الانجوتنسين كومفيرتنغ إنزايم، هو الانجوتنسين كومفيرتنغ إنزايم 2. الانزايم الأولي هو بالأحمر، تأثيره الأساسي مقبض، بيشجع على حدوث تقبض بعائي، لا، الانزايم الثاني بيخرب الانجوتنسين 1، وبيخرب الانجوتنسين 2، بيحاولون لمركبات غير مقبضة للأوعية، بل موسعة للأوعية حقيقة. ففي توازن بالجسم بين هدول الانزايمين الاثنين، واحد بيعمل تقبض، واحد بيعمل توسع، ففي توازن دقيق بين هاتهم بيحافظ على الشيء المطلوب بكل وعاء، بمثل ما بنعرفه كل الجسم. طبعاً الفيروس مثل ما أنه حتى يقدر يفوت، بده مستقبلات، هاي المستقبلات طبعه هي الانجوتنسين كونفيرتينج انزايم 2، واللي هي موجودة على خلايا محددة بالجسم، مذكور هون أربعة هاد السلايد، الكلام مأخوض من موقع بريغهام اند وومن هوسفيتل، اللي ذكرنا بأول محاضرة، الخلايا الموجودة عليها هي الاندوثيليوم، تبعاً الرئة، البطان الكابيلاري، اللي هي الشعريات الرئوية، الخلايا السنخية من النمط الثنين، الخلايا الأنبوبية الكلوية البروكسيمال القريبة، والإبيثيليا للبيطانة المعوية، إصابة البيطانة المعوية متل ما بتعرفه بتسبب الإسهال، موضم مرضى القاصر، إصابات الشديدة عم يكون عندنا أعراض هضمية متل ما ذكرنا بفترة، الإصابة الكلوية شهيرة جداً، مرضى مرضى عم يكون عندنا أكي آي، هلأ الإصابتين اللي هنه عم يعملوا الإصابة التنفسية، هنه إصابة الاندوثيليوم الرئوي، وإصابة الخلايا السنخية من النمط الثنين، الخلايا السنخية من النمط الثنين هي اللي تفرز السورفاكتينت، فلما السورفاكتينت بيتخرب أو ما بيعد بيفرز، رح ينقص المطاوعة الرئوية، لأنه ما بيعود في عندي سورفاكتينت، هلأ لما الفيروس عم يهاجم البلمونري اندوثيليوم، عم يأثر على التوازن بين الأس والأس 2 باثويز، وبالتالي عم يأثر على هيبوكسيك بيزو كونستركشن ميكانيزم عم يضافها، هذا الشي عم يحرض زيادة حدوث الشنط، ونقص الأكسجي، زملاء الأطباء الطوارئ بيعرفوا عن شو عم أحكي، رح أحكي عن هيبوكسيك بيزو كونستركشن ميكانيزم، لما بيكون في عندي بس تذكير فيها، لما بيكون في عندي طعن على الصدر مثلا، أو طلق ناري أو أي أذية، بطرف واحد، وغتايا فيه انخماص رئة تام، إذا بشوفوا الصورة الصدر هون، الرئة اليمينة مسكرة تماما، الرئة اليسار فاتحة، وفيها أوعية، وفيها ما فيها أي مشكلة، الدم اللي رايح اليسار يفترض يكون يطرح الكربون، وياخد أكسجين ويرجع على القلب، بينما الدم اللي رايح اليمين، هو نصف النتاج القلبي، حيروح على اليمين، ما حياخد أي أكسجي، وحيتم محمل بالكربون، وحيرجع على القلب، وبالتالي لازم يكون حجم الشنط خمسين بالمية، بمعنى آخر لازم إشباعه المريض يكون خمسين بالمية، بس الواقع لا، هذا المريض إشباعه بيكون وسطياً سبعة وثمانين، خمسة وثمانين تقريباً، السبب أنه عم يصير فيزو كونستريكشن، محرض بنقص الأكسجي، على مستوى الشرايين الرئوي، لما تصير نقص الأكسجي، بيصير فيه فيزو كونستريكشن، هذا اللي بيقلل من حجم الشنط بهدول الحالات. هاي الصور مأخوذة من مقال قاتينوني الثاني، اللي بشرح فيه شو هي كوفيد-19 نيمونيا، بيخلص فيه إنه في عندك نموذجين للإصابة، أو نمطين للإصابة، النمط L اللي هو Low، والنمط H اللي هو High، افتراضه إنه الإصابة تبدأ بـ مثل ما إنه إصابة الفيروس للخلايا البطانية، وبالتالي عم يعمل اضطراب بآلية نقص الأكسجي، آلية التقبل الوعائي بنقص الأكسجي، بالتالي حينقص الأكسجين، المريض حيشعر بـ حيحاول يعاوض نقص الأكسجي بيعمل فرد تهوية، وبالتالي حيتنفس بتايدر بوليوم عالي، مشان يعاوض عن نقص الأكسجي، ممكن الإصابة تتوقف، وما تتحول للنمط الثاني، أو ممكن تتحول للنمط الثاني إذا ما صار في عندك تراجع للأذية، هذا الشيلي منسميه هو Patient Self-Induced Long Injury، يعني عندي أنا رئة مصابة جزئيا، المطاوعة تبعها جيدة، لاحظوا أنه معظمها هو عم إحكي عن الرئة اليسار، أنا الـ آآ، المريض عنده نقص أكسجي بسبب اللي حكيناه، إنه الإضطراب الـ الـ آآ، آآ، زيادة الفرط التهوية على رئة مصابة جزئيا، خليني أقول، حيحولها بعد أيام أو بعد فترة للنمط H، اللي هو نمط الـ ERDS الوصفي، إذا بشوفوا ارتشاحات ثنائية، رئة ثقيلة، الـ تبعها نزلت، الـ اللونغ ويت، اللي هو وزن الرئة، واللونغ ريكروتابيليتي، لما بيكوننا على النمط L، الـ منخفضة، بمعنى آخر، عالية، بمعنى آخر، رئة نفخة سهل، منخفض، لأنه ما في عندي لست ارتشاحات، هاي أهم نقطة، لأنه هي هتأثر علاج منخفض، بمعنى آخر، ما عندي أسناق مسكرة، بدي فتح، موظم الأسناق مفتوحة، ما في جزء بيتحمل، انه افتحه أكتر، لو طبقت المناورات، الـ ريكروتمنت، ما حاستفيد منها بهذا المرحلة، لما بنتقل الـ 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 مرتفعة، بمعنى آخر، الـ عالية، في ارتشاحات، عالية، عالية، إذا بتشوفوا هي الـ الـ اللي بنعرفها منيح، هدول المرضى، لو طبقت عليهم ريكروتمنت، مانوبرز، اللي هن، والعلاجات، اللي بتحسن ريكروتمنت، قد تفيد، وغالباً، تفيد، آآ، قاتينوني، بمقاله، بيقترح أنه، راقب الجهد التنفسي للمريض، من خلال مراقبة الضغط المريئي، وبما أنه ما أنا متوافر، فنستعيد عنه بالـ اللي هي التأرجح بالـ شخصياً، أنا ما راقبت بحياتي لهي الموضوع، ولا أظن أني حقدر أعمل جوجمينت على مريض الـ وبالتالي يقرر أنه لازم بده التنبيب على أساسها، أظن المعيار السريري هو المعيار الأفضل، لهيك شي، كيف تلازم تنبيب هذول المرضى؟ أنا شخصياً، باعتقد الـ standard of care هو لازم يطبق على الجميع، آآ، الأيام حتثبت لنا أنه فعلاً هذول المرضى ممكن ينصبر عليهم، أولاً، لأنه شفنا بعض المرضى رفضوا التنبيب حقيقتان، وبعضهم توفق، يعني شفنا تقارير، وبعضهم تحسن، فشو هو الأفضل؟ ما بنعرف حقيقتان، أنا عن حالي ما فيني افتي فيها هلأ بهي المرحلة هاي، بس هطبق معايير التنبيب مثل كل المرضى، منيجي على موضوع البيب، موقع بريغهم أنه نطبق البيب إفاي تو تيبل، مثل ما حكينا، هاي هي مشكلتنا، أنه نحن عم نطبق بروتوكولات، قد لا تنطبق على مرضى الكوفيد، المميز عندهن أنه عم يتمدو البي ام اي، وزن المشعر وزن الجسم، وهو الأقل من 35 عم يفضلوا تستخدم الـ لوبيب، اي ار دي اس نيت تيبل، وإذا كان البي ام اي اكتر من 35 بيفضلوا تطبق الهاي بي ار دي اس نيت تيبل، هلأ منطقيا هاد الحكي فيه شيء من الصحة، لما بيكون البي ام اي هاي، يعني الوزن المريض عالي، فجدار الصدر عنده اسمك، وبالتالي بيحاجة لبيب اعلى، بالمقابل المريض النحيف ما عنده مشكلة بجدار الصدر، مطاولة جدار الصدر عنده سليمة، وبالتالي ما بيحاجة بيب عالي، فالبدينين عموما بحاجة بيب اعلى، مشان الجدار الصدر ومشان البطن كمان، على اساس شو اعتبروا 35 لا اعلم، وما بارفنين جابوها، وما عندي وقت ابحث، وما اظن في افدنس حقيقي على هالموضوع، ربما هو رقم خبرة، الجدول بحد ذاته هو جدول اهتباطي كمان، حكيناها اكثر من مرة، ما بيبرر لك كيش عم يستخدموا البيب كذا على الرقم كذا، يعني مثلا خلينا نطلع الـ لو ان الـ الجدول عم يقتلح خمسة وثمانة وعشرة وثناش وحتى أربطاعش كمان، يعني عندك رقم من خمسة حتى خمسة او أربطاعش بيب فور افايتو ثيرتي، طيب على اساس شو ان بدي حط خمسة او ثمانة او عشرة او اثناش او أربطاعش؟ حقيقة لا يغني ولا يسمى من جوه هذا الجدول، لو شخص ما بيعرف اي شي يستخدمه، واذا شخص بيعرف يحاول ما يقولي الجنة بيستخدمه، يستخدمه بحكمة، الإبدنس بيقول انه الأكسجين لما بيحتاج الميت هاير إفايتو أكسجين أعلى، لازم نرفع مقدار البيب عنده، وهذا الإبدنس ما نقوي أبدا، واللي بيحب بيرجع بيرجع لمهاضرة البيب المثالي، الأوبتيمال بيب، شارحة بالتفصيل هذا الموضوع، بس عموماً أنه كلما احتاج الميت أكسجين أعلى، يفترض اطلع بالبيب، وإن كان هذا الحكي حتى عليه كلام انتقاد، أنه هل تأثير تحسين الأكسجة يترافق مع ريكروتمنت؟ يعني أنا ما بهمني أحسن الأكسجة بالرقم، أنا بهمني أعمل ريكروتمنت، بهمني أفتح أسناخ جديدة، تحسين الأكسجة ربما يحدث لأسباب ثانية، سأحكيها بسليدات الثانية، ما بضرور يكون ريكروتمنت بالمناسبة. هذه الدراسة من الدراسات اللي فاجأتني حقيقة، دراسة مشهورة بجانيوري 2020، بروشارد، إذا بشوفوا اسمه آخر اسم بالدراسة، مجموعة كندية، من نختبر بروشارد غالبا، شوفوا اسم نيل فرغيسون، إيديفان، هدول بعرفهن البقية ما بعرفهن حقيقة، الدراسة جريئة، عم تحاول تطلع اندكس أو مشعر، إذا جربناها من خلال وان بريث، يعني نجرب تجربة واحدة على المريض، منقدر نعرف هيا اللانج ريكروتابل، ولا ما هي ريكروتابل، مبدأ بسيط، في فيديو على موقع موجود، إذا بتحبوا تشوفوا الفيديو، بالموقع نفسه اللي حطيت الرابط تبعه، بترفع البيب لخمسة عشر، بتراقب التايدر فوليوم، الإكسفيراتي تايدر فوليوم، بتنزل البيب من خمسة عشر لخمسة، بتشوف قدش التايدر فوليوم، وتطبق الأرقام اللي بالمعادلة، فبيطلع معك الاندكس، اللي هو الـ R over I Ratio، فإذا أكثر من 0.5، فهي اللانج ريكروتابل، ففيناك تطبق عليها الـ الـ High B بالـ الـ Recruitment Manoeuvre، فكرة واعدة، حاول يعمل الـ Validation بهي الـ Study، برأيه انه هي Validated، او برأيهن هي Validated، أحد الدراسات الصينية، اللي طلعت من الجديد على الـ Covid، اعتمدوا هذا المشعر، هذا الـ Index، لحتى يثبتوا انه مرضى الـ Covid ماهن الـ Recruitable، ماهي Recruitable Lang. هلا عادة، لما تطلع أي دراسة بأي مجلة، بيكون في مقال مرفق، هو مثل نقد، أو تقييم، أو مناقشة للدراسة، ولقوتها، اللي ناقش هاي الدراسة، اللي شفناها بنفس العدد، ناقشها، غاتينوني، وجون ماريني، حقيقة، وهن مثل ما انه اسمين كبار، بعالم التهوية، هلا هي العبارات مأخودة منهن، الجميل اللي فكرنا فيه غاتينوني، انه البيب المثالي، ما هو البيب اللي بيحسن الأكسجة فقط، على مدى ثلاثين سنة الماضيات، أو من ثلاثين سنة، لما تم اقتراحه، والصالح البيب المثالي، كان المقصود فيه هو، البيب اللي بيحقق أفضل أكسجة نسيجية، أفضل نقل الأكسجين للأنسجة، بمعنى آخر دي أو تو، هذا الدي أو تو هو البروداكت، أو ناتج ضرب الساتيوريشن، مع الكارديك أوتبوت، مع النتاج القلبي، مع الويس بيب، مع الويس ديت سبيس، مع أقل حيز ميت، بمعنى آخر، البيب المثالي، لازم يرفع لي الساتيوريشن، ولازم يرفع لي، أو ما يأثر، على الأقل ما يأثر على الكارديك أوتبوت، إنتم مثلما تعرفوا، البيب هو ضغط إيجابي، فلما بيرفع الأكسجة، وبنقص الكارديك أوتبوت، عملية، ما حسنت، صعيد حسنت الأكسجة، بس ما تحسنت، النقل الأكسجة للأنسجة، الثلاثة عناصر المهمة بعد تقييم البيب، حقيقة هي، أنك تطلع على ميكانيكيات الرئة، تحسن مطاوع لما ترفع البيب، أنه ما يحصل نقص بالنتاج القلبي، وفي طرق لتحديد البيب، مثالي، أنك تطلع على البطين الأيمن بالإيكو، والغاز إيجابي، أنك تشوف أفضل أكسجة، ممكن تحققها مع البيب، إذا بتحقق التوازن بين عناصر الثلاثة، بتقدر تحقق البيب المثالي، حقيقة هذا الكلام، هلأ في 2020، عم يحكي قاتلوني، هو الشيء اللي نعرفه من، على الأقل بالنسبة إلي من عشر سنين، تحقيقه على أرض الواقع، هو اللي بيحتاج خبرة كبيرة، لذلك أنا ذكرت بأول سلايد أو تاني سلايد بالمحاضرة، فن التهوية الألية، فن التهوية الألية، أنك تعرف كيف توصل للبيب المثالي، ما في قاعدة سحرية، في خبرة، أتمنى أنه تكتسبوها مع الأيام، طبعا لا أدعي أني أعرفها، بس هذا الشيء اللي أنا أحاول أوصله، لما أحاول طبق بيب لمريض سبير هايبوكسيميا، منرجع للموقع بروشارد، اللي هو الموقع تورونتو، التورونتو سينتر أوف اكسيلنس، حاطة مثل رسالة أو ميسيج للرسباتر الثرابيس، اللي هنا بيتعامل مع التهوية الألية، بمعنى آخر أطب موجهة لكل شخص ممكن يتعامل مع جهاز التهوية بمرضى الكوفيد، نصائح عن تدبير هذو المرضى، الآن، الشيء اللي عجبني بالبروتوكول تبعه، أنه هو حاطة خطوة عملية لحتى تتأكد من قابلية الرئى للتجنيد، بتحط البيب، طبعا هو مقترح أنك تطبق المعادلة تبعه، بس هو عم يقول إنه إذا أنت ما لك مرتاح تعملها وفيها أرقام كثير، وفي حياتك ما عملت هذه المعادلة، تلبكت، تجرب طريقة ثانية أبسط كثير، حط المريض على بيب، يعني حط المريض على بيب 5، وحط المريض على بيب 10، لازم يكون فرق بينهم على الأقل خمسة، يعني مرة على خمسة ومرة على عشرة، بدون ما تغير أي أعدادات ثانية عند المريض، يعني حطيت المريض على أعدادات معينة بيب 5 مثلا أو بيب 10، وبعدين حطيت البيب 15، خليني أقول، بالمرة الأولى بتقيس تعمل ABG على بيب 10، تشوف الهيمو ديناميكس، كم الضغط المريض، كم ضغط المريض، كم نبضه، بتشوف قدش الـ driving pressure، بتشوف قدش الـ plateau pressure، بترفع البيب إلى 15، أو بالعكس فكان 15 وصار 10، وبتقيس نفس المقائيس، هلأ لازم يحقق المريض أفضل ABG تحسن بالـ XRJ، أفضل هيمو ديناميكس، أفضل driving pressure، لحتى تعرف إنه هذا ريكروتر باللنغ ولا لا، فلما رفعت البيب من 10 إلى 15، معناتها أنه ما في فرق بالـ XRJ، الضغط الدم الوسطي، يعني الضغط الشرياني نزل لما رفعت البيب، يعني التأثيرات هيمو ديناميكية أسوأ، المقابل، المقابل، بالمقابل، لو أنه لما رفعت البيب، تحسن المريض الأكسج عنده، أظن في أهكام معيار سابق قديم، أظن ما عاد valid إنه ينزل الـ CO2، بس يبدو يقول فقط minimal change، ما بدو ينزل على الأقل، minimal change بالـ driving pressure، ما زاد الـ driving pressure عند المريض، أو حتى نقص، لما بتعمل الـ recruitment للمريض، الضغط بتوزع الأسناق كلها، فـ driving pressure بينزل عند المريض، فتتحسن مطاوعة عنده، هاي شايفينها عند كثير مرضى، فهدول المرضى هنين الـ recruiter، اللي هنين بيستفيدوا من البيب العالي، بيستفيدوا من المنورات الثانية، اللي بيتحقق الـ recruitment. هذا الـ protocol أنا طابعا موقعه، موجود على الموقع، وبإمكانكم تحملوه مجانا، خليني إقراءه بشكل سريع، لما يكون في عندك نقص اكساجل، PF ratio أقل من، أو حتى تعملوه الـ SPO2-FI2 ratio، اللي هو ما لك بحاجة لغازات دم، أقل من 150، أو في معيار تاني للـ intubation، مثلا فرط الكربامية، acidosis، work of breathing، mental status، اللي هي معايير الـ intubation، الحقيقة اللي روه مع الـ محاضرة، رجع لمحاضرتي بالـ حتلاقوها نفسة تقريبا، آآ، عملنا الـ intubation، بده تايدر volume 6 ml من الـ predicted body weight، اللي هو نفس الـ ideal body weight، البيب الـ initial، بده عشرة، عادة أن هذا المرضى نقص اكساجل، فبدهم بيب عشرة، الـ rate, respiratory rate 25، بدأنا فيه، الإفاة طبعا 100 بـ 100، لأنه نحن مجحلة، حاطينا مريضة على التنبيب، آآ، deep sedation، بداية قبلا واحدا، consider muscle relaxant، عادة بالبداية بتحطه على muscle relaxant، بس حسب، إذا كان sedation كافي مع بداعي، هلأ هون بقى المربع الثاني، إذا بتشوفه هو assess recruitability، آآ، قيم مقدار أنه الرئئة قابلة للـ recruitment، والاستجابة للبيب، إذا طبقنا بيب، الطريقة الأولى هي قياس ضغط الطرق، ضغط انفتاح الطرق الهوائية، حقيقةً، هاي AOB والـ R over I، اللي هي الـ index اللي حكينا، إذا ما لك قادر تعمل هون، ممكن تعمل response لـ two levels of BEEP، اللي هن، آآ، السلايد الماضي حكينا فيه هون، وبتعمل ABG مع driving pressure مع hemodynamics، آآ، المربع الثاني، إذا بتشوفه، إذا كان recruitable lung، no، معناته ما في داعي تحط بيب عالي، يكفي 8 إلى 10، لما بيكون الـ BF ratio أقام 150 مع البيب العالي، رغم هالشي، consider prompositioning، يعني فيه عليه تعليق، أنه ممكن يفيد هذول المرضى، رغم أنه مثلاً، ما بيحب prompositioning عن هذول المرضى، لأنه مش لأنه ضار، لأنه بيستهلك عناصر بشرية، بدك أكثر من أظن 8 أشخاص لحتى تقدر تعمله بشكل آمن، وما في فائدة كبيرة، لأن الـ Lung ما فيه هشي لتعملها recruitment، بالمقابل لما بيكون recruitable lung، آآ، بدك hire BF لحتى تحافظ على recruitment، مثلاً، ممكن آآ، على تطبق الـ table، طريقة decremental، اللي هي الـ compliance، طريقة الإكسي بريس، اللي هي الـ plateau pressure بتقيسه، بدتم ترفع البيب حتى يصل الـ plateau pressure إلى 28، ممكن ترجعون لهم بمحاضرة البيب المثالي، أنا حاكي لهم كل هنا على فكرة، فبرأيه ترفع الـ high beep مثلاً الـ hire لحتى 15، وربما أكثر حسب ما يحتاج المريض، هل هي تتمت الـ protocol، لما الـ plateau pressure أقل من 30 أو أعلى من 30، كيف ممكن تنزل الحجم الجاري، تعمل آآ، طبعاً بعد الـ plateau، بدك تطلع الـ driving pressure، هل هذا الشغل جديد كمان، نممكن تكون مو protective، البلاتو اللي حاله ما بيكفير، دكت تشوف الـ driving، الـ driving هون آآ، أربطاعش، هو الـ target تبعه، أقل من أربطاعش، آآ، أظن الـ protocol عملي حقيقتان، مرة تاني الـ Prone position، الـ 50 protocol، عملي أكثر من بقية الـ الـ الناس، فيشكر عليه حقيقة، وأتمنى أن يكون قابل للتطبيق على أرض الواقع، طيب، آآ، مريض حطينا على جهاز التنفس، صار عنده نقص اكسجي معند، كيف نندبره، آآ، نفس الكلام اللي كان، هذا سلايد مأخوذ من محاضرة final ERDS، حكينا بالتفصيل بهذه الفترة، ممكن تشوفوها، آآ، تعريف الـ refractive hypoxemia أصلاً، ما هو موضع اتفاق، موضع خلاف، حقيقة، بدك تعرف شو هو الـ refractive hypoxemia، بس على الأفضل ربما، أو تعريف الأسهل، أنه الإفاية 2 أكثر من 70، مع بيب أكثر من 10، أظن أو 15، والله ما أنا فاكر، مع saturation barely 90، ممكن تطبيق recruitment maneuver، أفضل recruitment maneuver هون هو 40 over 40، بتعمل paralysis، بتحط به 40، 40، لمدة 40 ثانية، وبتراخب الضغط، والنبض، والإشباع، لازم ما يتأثره كتير، وإلا بتعمل abort، يفترض المريد يتحسن إشباعه بعد المناورة، لأنه عمل recruitment، إذا كان recruitable أصلاً، الـ Inverse ratio، بحياتي ربما طبقتها مرة أو مرتين، ما بشوف عليها كتير ريسيرش، فما هي ربما طريقة فعالة، وما كتير اللي بيحكوا الناس فيها، الباراليسس، حكينا عليه بمحاضرة الماضية لمرضى نقص الأكسيج الشديد، وفرط الكاربامي المعند، وعدم التزاون مع المنفسة، رغم السيليشن الشديد، الـ Nitric Oxide، يبدو هو علاج إنقاذي عند هذون المرضى، كونه في الأذية أصلاً بنقص الأكسيج الشديد، مشكلته إنه مكلف، وبدك مراكز تعرف تستخدمه، ومنافسات تعرف تطبقه، لأنه ممكن الأجهزة التنفس تقدر تاخد الـ Nitric Oxide، وبالنهاية هو بحالات الـ ERDS الوصفية، أصلاً كان تأثيره مؤقت، فهو عادتاً كان يستمر كبرج، لحتى تطبق إلاجات تانية، هاي خبرتنا معه بالـ ERDS الوصفي، بس بالـ COVID، ما عندي فكرة صراحة شو رح يصير بالنسبة الـ Nitric Oxide، الـ Promposition، حكينا أنه هو حل إنقاذي لمرضى نقص الأكسيج الشديد، لما يكون PFRH أقال من 150، ويكون Recruitable Lung، يعني مراحل الأولى يفترض ما تعملهم برون، لأنه ما أكثر بيفيد، المراحل المتأخرة يفترض تعملهم برون هنا الـ H، لازم تعملهم برون، لأن البرون بيخفف من أذية رئة المحتسلة المنفسة، وبالتالي بيقل من الجهد والإجهاد، هل الـ ABRB والبيباب، هل بيفيدوا بهذه المرضى، أو لا؟ بنقص الأكسيج الشديد، طرحها موضع خلاف وجدال، ما حقود فيه، أنا منقصه بمحاضرة الـ ABRB، ممكن ترجعوا له، الـ High Frequency، أصلاً، الجهاز ما موجود حالياً، إلا العنايات اللي أخدوه من قبل، بس كونه أثبت النضار، ما عاد حتى يشتراه، لو كان موجود عندك، ممكن يستخدمه كحل إنقاذي، لأنه ما عندك غيره، بس ما أنه محبث، لأنه مطمئنة بيزيد الوفيات، بالاستعمال الباكر لمرضى اليادية، سبب التالي، ما عاد حتى يحبه، الـ ECMO، كمان خيار لنقص الأكسيج الشديد، مشكلة الـ ECMO أنه بدك مركز يعرف يستخدمه، ومشكلتنا بالـ COVID أنه الـ Exposure العالي للفيروس في مراكز، برغم أنه الـ ECMO عنده إياها موجود، ما عم يحبوا يطبقوا له دول المرضى، لأنه مرتدي تبعاً عالي أصلاً، وبالتالي، ما بدون يخاطروا بحياة الطاقم والطبين، بنهي محاضرتي بهذا سلايد، ذكروا أنه تحافظوا على حياتكم، تحافظوا على حياتكم، تحافظوا على حياتكم، حياة الطاقم الطبي مهمة جداً جداً، بفترة الأزمات، لازم اتخاذ التدابير القصوى، لمنع العدوى للطاقم الطبي، سواء التمريض أو المعالجين، التنفسين أو الأطباء، أتمنى بهالعجالة تقدم إضاءة عن الموضوع، الشيء اللي بنعرفه اليوم، الشيء اللي كيف ممكن نتعامل مع شيء ما بنعرفه، أظن إن شاء الله كنت موفق بتقديم هذا الموضوع، أتمنى من الزملاء أن أسمع تعليقاتكم، ورأيكم على الفيديو، بهمني كثير، لا تنسوا اللايك، والسبسكرايب، والشير، وجزاكم الله خيراً جميعاً،